السلام عليكم وين اللي بتضربوا حديد بيرفع اثكال هاي السلطة مخصصة هذا الاسبوع لالكم سلطة الطونة كوريات الطونة طبعا بمشي سلطة الطونة معنا من غير يكون عندنا خلطة خضروات على اساس يكون طعيمها جدا رائع تستسيغوها على اساس انه في كثير ناس في التدريب بحسوا بملل من انهم يوكلوا نفس الاطعمة بنقطع الفليفلي قام بألوان مش بهم الالوان عندنا هون بنقطع خارم خلل ومنقطع طبعا يمعلم شمير اكيد مشان الطعم واللون والريحة وتنسوش انه جدا صحي لانه هاي وصفة صحية طبعا الفلفل الحريف الناري مع اللي بتضربوا حديد لازم تكون موجودة في كل وصفة طبعا نعصر عليها لمون عساس يعطينا حموضة ويوازن جميع الاطعمة في سلطة الطونة مايونيز لرفع الكالوري في هاي الوصفة طبعا ملح حسب الرغبة بنزيد عندنا هون وزيت الزتون بنضيفه منشان يعطينا طعم طبعا بنزيد الطونة عندنا هون من علبتين لثلاثة حسب رغبتكم في الوصفة وكون كدش عندكم كمية طبعا بنخلط جميع المكونات مع الاطعمة الموجودة وبتقدروا تزيدوا عليها اي طعم بتحبوه من كمون لغيره انا بضفش خبز اسود من حمره في التوست او بالفرن من دكيكة ونصف دكيكتين بعطينا نتيجة جدا رايعة مع الصلاة الطونة بنطيك وجبة كاملة ومتكاملة الخبز ايه الاسود طبعا معروف بفوائده بالزامج نشرحها هون طبعا نركم الوجبة حسب ما بتشوفه وحسب ما بتحبوه صلاة الطونة مع الخبز الاسود والف صحة وهنا للجميع بتمنى تجربوها لا يكون لنا لايك شير واكسب لور ترجمة نانسي قنقر